وبعد أن ألقينا الضوء على كل التطورات الميدانية العسكرية فيما يتعلق بشرق حلب والإنسانية أيضا نتابع الموضوع فيما يتعلق بالجهود اليوم المبدولة من أجل شرق حلب وهذه المأساة من الرياض دكتور ناصر القرعاوي ينضم إلينا رئيس المركز السعودي للدراسات والبحث الاستراتيجية مساء الخير أهلا بك معنا أهمية التنسيق الخليجي مع تركيا اليوم فيما يتعلق بمعاناة الشعب السوري كيف يمكن بداية أن تعلق على توقيتها وأهميتها شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن ما يحدث من تطورات خلال الأيام الأخيرة في حلب هو الساعات الأخيرة من النظام السوري بالدعم الروسي والإيراني وحزب الله لأنهم يراهنون على المتبقي من ولاية أوباما الهزيلة لكي يحصل انهيار لحلب الصامدة حلب الرجال حلب التاريخ والثقافة الأممية بالتأكيد ما يحدث الآن هو صراع من أجل البقاء أما أن تتم مصادرة الحقوق الشعبية للشعب السوري المناظر أو أن يكون هناك خروج للنظام السوري من السلطة وبالتالي ما يراهن عليه من عامل الزمن هو من الجانب المعتدي من الطائرات ومن المليشيات التي تحدث التنكيل بالشعب السوري هذا ما يحدث على الأرض فيما يتعلق بهذه المبادرة اليوم ما الذي يمكن أن تغيره خاصا وأنه البيان كان واضح بأنه قالوا بأنه مجلس الأمن غير قادر أصبح على فعل ذلك بأنه لا يوجد إجماع وأنه لا يمكن أن يتم التعامل مع الأزمة السورية باستنكار كما لو كان الأمر عاديا ماذا يمكن أن يحدث هذه الدعوة اليوم؟ أي تغيير ممكن أن يحدثه على الأرض بداية بموازين القوة؟ ما يحدث منذ أيام وخاصة في الثمانة واربعين ساعة الأخيرة هو مراثون داخل الجمعية العمومية يقود هذا العمل الدولماسي والتواصل مع مندوبين الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية وأيضا تركيا المملكة تقود العمل الخليجي المشترك في هذا الأمر في الملف السوري بالإضافة إلى تركيا لأن تركيا حليف في الصراع فيما يتعلق بأمنها واستقرارها وحدودها فأولا مجلس الأمن مختطف من روسيا ومجلس الأمن يجب أن يعاد النظر في نظامه لأنه نظام آتى عليه الدهر ولم يعد صالح لإدارة الأزمات العالمية ولم يعد أيضا الموقف الأمريكي ما يراهن عليه لأنه حتى الموقف الأوروبي مع الأسف أنه سلبي ولم يتقذ باستثناء إلى حد ما الموقف الفرنسي ننتظر أن تكون هذه الدعوة بإنعقاد جلسة طارئة للجمعية العمومية للتدخل الإنساني وليس كما حدث في السنتين الأخيرتين ما خيارات اليوم؟ ولم تخرج بنتائج يعول على الجمعية العامة للأمم المتحدة كما قلت حضرتك دكتور ناصر أن تتدخل على الأقل فيما يتعلق بالوضع الإنساني الذي أشاره البيان أيضا بأنه هناك تدهور كبير وخاصة بعدما باتت المستشفيات أصلا غير قادرة على علاج من نجا من الموت على الأقل وهذا على أقل تقدير ما المسؤوليات التي يمكن أن تحركها هذه الجلسة اليوم في الجمعية العامة؟ بالتأكيد لن تكون الجمعية العمومية مجرد ممر سهل ولا أيضا دول العالمية هناك الكثير والغالبية ولن كانت بالعدد الأكبر لكنها ليست بقرارات متأثرة ما ننتظر من الجمعية العمومية فيما يتعلق بهذا الشأن السوري خاصة في الاجتماع الطاري هذا أنه هو المحاولة الأخيرة قبل أن تصل الأمور إلى أكثر أما معركة تاريخية في حلب أو إسقاط النظام قبل ولاية ترامب لأن ترامب أيضا له وجهة نظر مخالفة لأوباما لأن أوباما مرر مثل هذا المشروع الروسي وترك المنطقة من خلال الموقف السلبي من أمريكا فيما يتعلق بتداعيات الموقف ولو أن الموقف الأمريكي أتخذ خطوة مواجهة لروسيا ولكن نحن نعرف أن هذا المشروع له أكثر من ثلاثين سنة وهو مطروح في المنطقة ولم تتحير الفرص لإعطاء المزيد من التفاصيل ولكن ما يحدث الآن هو مع الأسف أنه مخطط للمنطقة وعلى دول المنطقة وخاصة أعول على الموقف العربي والإسلامي أن يكون أكثر جرأة فيما يتعلق بهذا الموقف السلبي السيء وهذه البداية التي اتخذتها الدول العربية طبعا على رأس دولنا نتحدث عن دول الخليج اليوم لعقد دورة استثنائية عادة بهكذا حالات ماذا ينتج عن هكذا دورة استثنائية عن أي خيارات نتحدث دكتور ناصر الخيارات لم يبقى أمامنا إلا خيار الانتظار لمدة أيام حتى تتضح الصورة من الموقف الأمريكي نعم برفع الحصار عن التسليح للمقاومة لو تحصلت المقاومة أو المعارضة السورية على السلاح حتى وإن كان سلاحا خفيفا ولكن ضد الطائرات لكان انتهت المعركة وانتهت الحرب السورية بعد خمس سنوات عجاف لكن أنا أنتظر الموقف أن يكون أولا الضغط الرأي العام لم يعد يعطي فرصة لإدارة الأمريكية أن تكون سلبية ولا أيضا لروسيا وهي التي تنتحر الآن من أجل إخراج المعارضة من دمشق لأن دمشق بالنسبة له هي المعقل الأخير وهي التي يمكن على ضوءها أن تكون نهاية الحرب أما النظام أو المعارضة أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا دكتور ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحث الاستراتيجية شكرا جزيلا